واحد بيقول ما هو الفرق بين حلول الروح القدس على السيدة العزراء على السيدة العزراء في البشارة بالميلاد وحلول الروح القدس على السيدة المسيح المعمودية وعلى التلاميذ في يوم الخمسين حل حلول اقنومي في التلاث حلات حلول الروح القدس على الناس عموما هو حلول نعمة نعمة الروح القدس تكون معا لكن الحلول الاخنومي حل على السيدة العزراء في البشارة لسببين لكي يكون جمينا في داخلها بدون زرع بشر ودي تحتاج للأقنوم وايضا لكي يطفر مستودعها حتى ان المولود منها لا يرف الخطية الاصلية ده على السيدة العزراء ولكنه كان حلولا مؤقتا يعني خلال فترة الحمد بعد كده السيدة العزراء قالت حتى في مقابلة اليسابات قالت تبتهد روحي بالله وخلصي يعني هي ايضا تحتاج الى هذا الخراص دي في لؤة اتنين اما عن السيد المسيح فالحلوله بالنسبة اليه على نوعين نوع انه ممسوح للخدم كما ورد في سفر اشعياء النبي روح السيدة الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الاخر ده اللي حدث في اوم الانات لكن هناك علاقة بين المسيح وبين الروح الكدس منذ الازل الالاقة الاخنومية لان الاب والابن والروح الكدس التلات اقامين موجودة منذ الازل وثابتة في بعضهم البعض منذ الازل ولذلك نجد في سفر اللاويين في صاحب اتنين في تخدمة الدقيق وتخدمة الدقيق ترمز الى تجسد السيد المسيح وليس الى صلبة لانها شالية من الدم تخدمة الدقيق يقول في تخدمة الدقيق اللي هي ترمز لتجسد المسيح تكون ملتوتة بزيد ومدهونة او ممسوحة بزيد الزيد يرمز للروح الكدس ملتوتة بالزيد يعني المسيح سابت في الروح الكدس والروح الكدس سابت فيه منذ الازل ممسوحة بزيد انه مسح للخدمة في فترة تجسد دي جرد اما عن الرسل فكان حلول نعمة عليهم اللي هو اعطاهم موغبة الالسن والقوة على التأشير والشجاعة وليس حلول الاكنومين اشتركوا في القناة إشتركوا في القناة اشتركوا في القناة